يشرف الشاف فاروق منذ ساعة الصباح على عملية تحضير وجبة الإفطار الرمضانية هنا بالإقامة الجامعية برشيش واحد بالأقصر يرافق ويعمل جاهدا رفقة زملائه من الطباخين على إعداد وجبة إفطار جماعي تليق بالضياف للطلب المقيمين دوليين وجزائريين نتو بكيرند يخدمنا وكتو بكيرند ما مطلبة تعاوننا في إفطار الجماعية طلبة المعاون يعني دي 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 سن نخدم المثوم نخدم البوليروتين نخدم الروز صالة الفروير لا صالة فارير نخمسنا حميس البوراك وجدنا في 1300 وجبة درنا أطباق تيبيك مو ألجيريان دمجوا الطلب الأجانب والطلب المقيمين الوطنيين لكي يعيشوا أجواء رمضانية تعد هذه الإقامة الجامعية برشيش واحد الأكثر استضافة للطلب أجانب من مختلف الدول والجنسيات يزاولون دراستهم بمختلف كليات جامعة بجايا يحظون بأجواء رمضانية عائلية خاصة على طريقة حسن الضيافة هذه الإقامة لكي يعيشوا أجواء رمضانية خاصة على طلب الأجانب من مقود تتلقيقوا للمشيش طلبة جزائريون يتطوعون فرقا لمساعدة عمال المطبخ يقومون بأعمال تحضير صالة الإفطار المعاوى نفس الكفوس الحمد لله قمنا بالمشاركة مع الطاقم المطبخي مع العمال لتحضير هذا الإفطار الجماعي طالب الجزائري والطالب من كل دول الحمد لله عدنا 38 وأكثر من 38 جنسية متواجدة معنا في الإقامات الجامعية أميزور هذا الشيء شرفنا ويشرف الجزائر لأن استقطاب عدد هائل من طلب الأجانب لا يدل على شيء وإنما يدل على أن الجزائر محبوبة لدى العالم كله أزيد من 1300 توجب رمضانية تقدم يوميا بهذه الإقامة الجامعية وسط جو عائلي لا أحد يشعر فيه أنه أجنبي تجمعهم نشوة ورحانية رمضان بين أحضان جزائر اللماء